الرقام المالية ما فيش رقم ثابت ما عندكش معلومة في رقم ثابت في فكرة الخسار المالية التوقف هو في رقم ثابت لأي حاجة ليه علاقة ما هو ده جزء من غياب الشفافية والحقيق في مجتمع مصر ومجتمع الرياضة بشكل خاص انت مبتعرفش مين بيجدد بكام ومين خسر ايه ومين اشترى بايه هو عقد الرعاية ببن في الاول بس انت فوق يعني مثلا ايه نادي الفلاني باع عقد الرعايته بكذا خلاص بتعرف بقى العقد ده هل النادي خد فلوسه كلها ولا لأ في ميزانيات الميزانيات حتى احنا كاشخاص يعني انا مثلا انا عاده جماعة ومين في النادلال ماشي وبتعامل كل سنة جماعة عمية عشان الميزانية وبيجي مجلس الادارة بيعرض عليك الميزانية بكل الشفافية وبيحطها لك انا مبرش شوفها ده جزء من اخطائي على فكرة يعني ده جزء من اخطائي بس انت بالميزانية واضحة اه ما اقول لك ده خطئ انا لم رحش شوفت الميزانية اه فانت نفسك ما بتناقش ابسط حقوقك ان انت تعرف اه النادي صرف ايه وعمل ايه وعمل ايه فالحقيقة هو جزء من اه ان انت وبتدورش على المعلومة وجزء نفسه تاني في ببيه غياب معلومة اه فالحقيقة ما فيش رقم مش طعب توصل الرقم لانه كمان حتى عقد الرعاية او عقد الرعاية بتاعت الاندية وشركات الرعاية بيبقى في وسط الطريق فيه بنالتي فيه وعقوبات مزبوط ما تعرفش العقوبات دي كام وهل تنفزت لو لم تنفزتش انت تتوقع ان فصل النشاط الرياضي او فصل النشاط الاجتماعي في كل الاندية او معظم الاندية عن قطاع الكورة ممكن يكون هو اللي ده اللي عامل اللغباطة او القصة مش واضحة هو ما فيش طوال مشموعة المعظم مش فاصل طبعا ليس المعظم ما فيه او في حد فاصل او فيه في مصر على الاقل اللي بلعب في طولة افريقيا لازم يكون فاصل ايه فاصل فاصل على الورق مزانية الكورة اه على الورق على الورق اه هو بس هل ده بيبقى بتتمي اعلانه العلن يعني هل ده لانت بتعرف مزانية الكورة كام ومزانية النادي كام وكله في بعض يجب مزانية واحدة لانه ده هو قانون هي نادي اهلي مش نادي الاهلي هو نادي تابع لوزارة الشاب والرياضة فما ينفعش يقول انا صرفت عقورة كذا 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 وصرفت كذا كذا اه هو النادي كله مزانية واحدة هو بيقدم مزانية واحدة للمدرية شاب والرياضة اللي هو تابع ليها وبالتالي الوزارة بتعتمدها لانه مشكلتنا انه الموضوع مش خاص انت مش شركة مش انده خاص انده خاصة بتعمل كده حتى الانده الخاص لازم تعمل ميزانية عشان الحجومة تعتمدها عشان الدرائب وعشان 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 فالحقيقة دير اقتصاد كورت القدم. اقتصاد كورت القدم في العالم كله اقتصاد محترف. طبعا. حتى الاندية اللي بتملكها اللي بيملكها افراد بيبقى في ناس مسؤولة عن الموضوع. شركات هي شركة. فهي الشركة بتتعامل مع الموضوع. انما انت الدنيا كلها دخلت في بعضها فما ما تعرفش في الاخر الدنيا رايحة فين. فعشان كده ما عندكش رقم. انه انت ممكن تقول رقم بالتقريب. يعني رقم بالتقريب عقد الرعاية مثلا في النادي الاهلي في السنة بمية وخمسين مليون. وعقد البس الفضائي الداخل في مية مليون. فانت بتتكلم على خسير ميتين وخمسين مليون. ده رقم. عود اللعيبة اه لو حسبتها ده رقم. اه لو انت مثلا بيجي لك عائد سنوي ميتين وخمسين مليون. انت خسرانهم. مثلا مثلا يعني اه طلقت في الفترة الاخيرة غاية شهر مارس مثلا مية خمسة وعشرين مليون. اه. فمتبق مية خمسة وعشرين. مش هتاخدهم طالما ان النشاط مرجعش. لأ انت ممكن كمان بقى شركة تقول لك اصلا الموسم طالما ما تلغى فانا شركات الرعاية لانا بقى اعلاها قالت لي ما فيش موسم. اه. ما هي دي. فتكلم في تمديد. تكلم في تمديد موسم. او الموسم ده لأ خلاص ان احنا مش هندفع فلوسه. ده دي قصة تانية. قصة كبيرة. فعشان كده الغاء الموسم بيترتب عليها حاجات تانية. الناس بشو اغدى بلع منها. ان انت دلوقتي انا شركة من الناس. اشتريت اعلانات في الدورة المصري بقيت راعي للدورة المصري لموسم 2019-2020. تمام. جيت دورة لمصر تلغى. بعد ما تلعب منه. نص. 18 اسبوع. خلاص. فهيجي يقول لك لا اصلا انا كنت حاسب. التمنتاشر اسبوع التانيين. بسعر اعلى من السبعتاشر الاولانين. لانه هم اللي فيهم مشاهدة اكتر. المنافسة والمشاهدة اعلى. وفيهم المنافسة اعلى. فانت السبعتاشر. متباليا الكلام مقبول. اه. فالسبعتاشر دا راحضونا من ايش دعا بيهم. فانا هخصم لك مثلا تمانين في المية من العقد. بتاع السنة. بتاع السنة. يا اما تمدي السنة. يا اما تمدي لي سنة. هي قصة وارقام. فالحقيقة اسهل حاجة في كل اللي هيحصل الدور يرجع. او المصابقات المحليات تستكمل. اقل الخسائج. اقل الخسائج. اقل الخسائج. طب حقوق اللعيبة. احنا منتكلم في استعناف النشاط. والدور يرجع امتى? والسيناريوهات ازاي? والتدريبات تبقى ازاي? بس عندك حقوق اللعيبة. الاتحاد الدول ما داكش قرار. داك توصية. قرار قرارك انتك. اتحاد محلي. مع الاندية. اتحاد اه اه خفض المرتبات اه الاجهزة الفنية خمسة وعشرين في المية. حسب ارقامهم يعني. في في ارقام المتربية ارقام مليلة. اقل من خمسة وعشرين في المية. تتكلم عن جزوية التخفيض. جزوية التخفيض. ولكن قرار اللجنة. او قرار اللجنة الخمسية الخاصة بالاندية او بالوعود اللعيبة في الاندية بلسا مصدرش حاجة. طيب انا هديك مثال. الدوري التونسي اتخذ فيه قرار. قالك في سورة تواصل النشاط الرياضي. الى ما بعد تلاتين ستة عشرين عشرين. سيقع اتخاذ الاجراءات وتدابير التالية. التمديد في وقود اللاعبين المحترفين. الى لغاية انتهاء البطولة في تاريخها الجديد. على لا يتجاوز ذلك تلاتين نوفمبر عشرين عشرين. يعني الاتحاد التونسي. ما نقولت لك ما نقولت لك احنا كده كده. الاتار ده احنا شغالين بيه. بس لسه وخاطرتش تاريخ. ما حاطرتش تاريخ. انت كده كده. اه انت انت ده لانه حصل معك سنة واتنين وتلاتة. قبل كده. بس كان بتتكلم في اسبوعين تلاتة او شهر. الدوري ما اخلص في ستة ممكن يخلص السبع. ما هو وقت ما الدور يخلص. انت كل سنة. بس انت المراد ممكن تخش في موعد اطول. هتوصل. هتوصل معه انت كده كده. معه انت اللعيبة اللي هتنتقل من نادي النادي. هتنتقل امتى? موس انتقالات الجديد. ما هتفتح موس الانتقالات والدوري شغال? استحالة. بس خلاص. انت حتى بنهاية الدور. سبعة ثمانية مش هتابقى موجودة. انت الحد تسعة معك موس الانتقالات. مم. فانت اللعيبة موجودة في انديتها. يعني انت اللعيب بيلعب اه في الاهلي ومضى النادي سين. فهيفضل مش ايمف. بس الاتحاد. لو متخص قرار. خد بالك النار ده بتنكلف كان في الشهر. واحد وعشرين اربعة. لو ما خدش قرار فممكن اللعيبة يجي يجي بثلاثين ستة ولا مش هلعب? اه تلاثين ستة عقده انتهى. عشان جادة بقولك الاتحاد لازم يكون سريع القرار. لا اعتقد انه عقده بينتهى بنهاية الموسم القرار. اعتقد دي. هي بتكتب بتواريخ. اعتقد انه انه هيزا هيصدر قرار بالتمديد حسب لويح الفيفا. التعريب بس بنحاول ناقش موضوعات يعني. لا بس هو الاستاذ وليل عطار يتسأل في الموضوع ده. وقال احنا يا جماعة احنا شغالين بالاحنا الموضوع ده مش اول مرة نعمله. احنا طول وقت عندنا حل ده. واحنا طول وقت اللعيبة عقودها ما بتنتهيش بنهاية الموسم. ايه ابو حميد بس الكلام بيبقى سنلا اسبوعين ثلاثة شهر. لكن افريد مثلا خلصت في تسعة. هيكمل في تسعة ما هو انت انت دلوقتي هيفتح باب القيد امتى? الا بقى لقول لعيب جاء لك انا مش لعب. ام. يعني جاء لعيب تلاتين ستة وقال لك انا مش لعب. فانت كده كده مش عايز يعني انت حتى ما انت مش تخليه لعب غزبا عنه. ام. يعني جاء لعيب وقال جاء تلاتين ستة قال لك انا عادي خلص انا مش لعب انا عقود في البيت. ام. بالمناسبة هو الخسران. يا بالمناسبة اللعيب لو عامت كده هو الخسران لانه هيفقد حاج كتير اوي. ام. فما فيش لعيب هيجي يقول لك تلاتين ستة عادي خلص انا مش لعب. لانك هتروح فين? هتروح تلعب في النادي جيد انت روحت له. كده لسه مشتغل. كده لسه مشتغلش. لسه مشتغلش. فخلص كده كده اللعيبة مجبرة حتى. ام. بدون قرار التحدي كده مجبرة ان هي تكمل الموسم لحد الاخر. طيب. برضو جزئة تانية ده دي. ازاي يتم ترحيله?